تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية من ضبط 427 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة في مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 65 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمضبط أكثر من 38 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأسعاد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابس تمضبط 623 قضية من بينها 191 قضية خبز ناقص الوزن و159 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تمضبط قضيتين بمضبطات بلغت قرابة 48 طن أقماح محلية شكرا